قضاء وليتميلة وفي سياق الأجراءات القانونية وضعها المشرع الجزائري فتح نقاشاً موسعاً مع مختلف الشركاء من ضبطية قضائية وقطاع التربية ورجال القانون من أجل دراسة مختلف الترتيبات التي تساهم في مزيد من النجاح لضمن المصداقية الدائمة الفعل التربوي وامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والباكالورتيا التغطية لصوفيان بوغون الملتقيات تفيد كثيراً لكل القطاعات مش فقط قطاع التربية با قطاع التربية من درجة الأولى نعم لأنها تخص التلميذ المترشح ولكن القطاعات أخرين تاني لهم يكونوا شركة في هذه العملية مشرع الجزائري هو من خلال وضع هذه الآليات العقبية هو الهدف منها هو حماية الصالح العام نعم نقول أن المشرع طالما أنه يهدف إلى الصالح العام القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجرد تنتبق على جميع الفئات نشيد بهذا الضور الذي يلعبه ضمجلس قضاء ميلا بالتوعية بهذا اليوم الدراسي وذلك من أجل تحسيس الأولياء التلاميذ حول خطورة هذا الجريمة ونشيده بدور المشرع الجزائري حيث أن بعد تعديلة الأخيرة الوردة على قانون العقوبات في سنة 2020 تعديل الأخيرة 06-2020 نجد أن هذه الظاهرة في تنقص مستمر